أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن مبادرة البحر الأسود للحبوب تفيد دولا كثيرة من بينها دول عربية وما تزال مطلوبة بالرغم من الصعوبات وأعلن الأمين العام للجامعة العربية في تدوينة له على منصة X أن المنصق الأممي لمبادرة البحر الأسود للحبوب عبدالله دشتي أطلعه على مستجدات المبادرة منذ توقف العمل بها في 18 يوليو الماضي وأضاف أن المبادرة تفيد دولا كثيرة من بينها دول عربية وبالرغم من الصعوبات لا تزال المبادرة مطلوبة اشتركوا في القناة